موسيقى مشاهدينا فحص الأجنة من أحد أهم الخطوات التي يقوم بها عادة الأزواج الذين يحملون مورثات لأمراض خطيرة كسرطان الثدي نحن الآن في أحد هذه المختبرات الخاصة التي تقوم بفحص الأجنة تفادياً لمثل هذه الإصابات موسيقى يشهد علم الوراثة تقدماً هائلاً خاصةً فيما يتعلق بالأمراض الوراثية وهي طريقة تحدد الحالة الجينية لخلية مأخوذة من الجنين في مراحله الأولى لتحديد ما إذا كانت لديه طفرات وراثية لأمراض خطيرة أبرزها السرطان وعلى الرغم من أن الإصابة بالسرطان قد لا تكون وراثية المنشأ عادةً إلا أن هناك أنواع خاصة من سرطان الثدي والمبيض والبروستات تتأثر إلى حد كبير بالعوامل الجينية التي تسود في بعض الأسر إذا المرأة عندها تاريخ بسرطان الثدي وحبلة طبيعية وحبين يعرفوا إذا هالجنين حامل للجين ولا لأها فينا نعمل فحص بيغضوا عين من حوال الجنين وتنفحص بيبين إذا هالجنين حامل للجين الوراثي اللي بيأدي لسرطان الثدي ولا لأها وبحسب الباحثين والأطباء يؤدي توارث أشكال متحورة أو متغيرة من الجينات إلى زيادة نسبة الإصابة بسرطان الثدي وتزاد هذه النسبة كلما كان أحد الأبوين أو كلاهما معا يملك تاريخا عائليا بمرض السرطان فعلا موضوع مهم جدا سنتوسع أكثر في الحديث عنه مع ضيفنا هنا في الستوديو استشاري علم الوراثة الإنجابية الدكتور علي حلاني صباح الخير دكتور علي دوما نسمع الدكتور عن الفحص الجيني ولكن ما هو هذا الفحص الجيني وكيف يتم دكتور أول شي صباح الخير أفكر العافية الفحص الجيني أكيد مثل ما معروف في تركيبة جسنا هي تسلسل الدياني منسميه تسلسل الدياني بشكل عام بيكون ما في عنا أي تغيير والمسمية طفرة بعلم الجينات بيكون كل شي مصبوط اي شي اذا كنت عندنا مشاكل لما يكون عندنا الطفرة هاي الطفرة حسب موقعها وحسب محلها بالدياني بتأدي لمرض وراثي بشكل عام في عنا حوالي 22 ألف موروثة بجسمنا حوالي 22 ألف بيعطوا لحد هلال المعروف حوالي 10 ألف بروتيين هذا البروتيين كل بروتيين إذا كان موجود بشكل غلط بمعظم الأحيان بيكون عندنا مرض وراثي كيف يتم اجراء هذا الفحص دكتور؟ الفحص الجيني كان بيصير بأكيد العلم عم يتطور بلشنا بالفحص الجيني من مئات سنين انا بتعرفوا بالألفين عملوا تسلسل الدياني للبني ادمين للهيومن بيانجز يعني للجينوم للنحنة للبشر قعدوا حوالي 12 سنين حتى عملوا السيكونسين هلأ اليوم فانا عملوا بنص داعة طب دكتور على بيما أن شهر اكتوبر هو الشهر التوعي بمرض سرطان الثدي ونحن نتحدث عن الفحص الجيني حدثنا أكتر دكتور عن هذا الفحص وخاصة للسيدات ممن لديهم ربما تاريخ عائلي بالإصابة بالسرطانات وخاصة سرطان الثدي السرطان الثدي من المعروف أنه في اللي بنعرفه هلأ أنه أي مرض وراثي بالنهاية إذا كان وراثي بيكون أصله جيني يعني بيكون الجين عنده طفرة وهذه الطفرة بتعطي مرض وراثي هلأ المعروف بالعالم أنه في عنا أكتر من 25 جينز اللي بيعملوا هني اسمه سرطان الثدي هذي الجين أكتر شيء المعروفين العالم تدول فيهن اللي باسمونه براكة وان وبركة وو هذي أكتر شيء معروفين بس للأسف أنه إذا بتطلع بالحالات الموجوء الوراثية بالعائلة مش أكتر من 15% من يلاقي فيهن طفرات يعني بس 15% من يلاقي فيهن طفرة يعني بيكون هذا فينا نتفدي وفينا شخص والباقي ما فينا شخص لأنه بعضهم بجينات منا معروفة طيب إن تم تشخيص هذه الجينات دكتور عالي هل هذا فعلا مؤشر مؤكد بأن المرأة في المستقبل أو هذا الجينين في المستقبل بالتأكيد سيساب بسرطان الثدي أكيد فيه بالرغم من أنه حسب أول شيء الطفرات مختلفة حسب الطفرة وحسب كمان تأثير حتى لو كانت وراثية حتى لو كانت جينية ما فينا نقول أنه بيكون 100% بيعطي سرطان بس ما نقول أنه أكثر من 5% إلى 90% بيعطي سرطان حسب الطفرة كمان طب هنا سؤال ربما قليلا أخلاقي دكتور عالي يعني عندما نحن دائما نتحدث بأن مرض السرطان خاصة سرطان الثدي تم اكتشافه مبكرا هناك نسب شفاء عالية بما نتحدث بأن هناك الآن ربما فحص جيني يمكن الكشف عن جين قد ربما يتطور في المستقبل ويصيب هذا الجنين بمرض سرطان الثدي يعني هناك ربما خيار أمام الزوجين إما إكمال الحمل أو وقف هذا الحمل يعني دكتور لما نيجي للحمل بنكون منسميها الوقاية الوقاية العلم لا أحلى إلها اللي هو لما نشخص أول بالنسبة للوقاية فيها ثلاث مرحل أول مرحلة تشخيص السرطان الثدي ثاني مرحلة اللي هو إذا شخصنا ولاقينا الطفرة نعم الأطفال أنابيب اللي هو شفته مع الأطفال أنابيب والتالث مرحلة اللي هو تشخيص الجنين قبل ما نراجعه لعند أمه لعند رحم الأم قبل ما راجع رحم الأم نراجع الجنين اللي ما عنده طفرة بالحالة هذه منكون أكيد أنه في عنا حمل ما بيكون في بركة وان بركة تو اللي هو أكتر شيء من تشر اللي هو ما في عنا مراض سرطان الثدي طب دكتور علي بالإضافة للطفرات الوراثية فيما يخص سرطان الثدي هل هناك طفرات وراثية أخرى أمراض أخرى يمكن تشخيصها عند الأجنة ووقايتها والعلاج منها يعني أكيد نرجع في أكتر من نوع حكيت أنت على الفحص الأخلاقي ولا غير أخلاقي بالنسبة للفحص الوراثي الفحص الوراثي معك حق في أمراض وراثية بتبلش بالعمر مأخر بالعمر مثل البركة وان بركة تو يبلش على عمر 45-50 سنة بالأفرج في عنا أمراض وراثية لا بتبدأ مع الولد قبل ما يخلق أو لما يخلق وهذا كله إذا بدك مثل ما حكينا عن البركة وان بركة تو بدك تشخيص أول شيء وهلأ بالمختبر بنشخص الأمراض الوراثية كلها بغض النظر أي مرض وراثي بغض نستة أسابيع نعرف لك أي مرض وراثي شو ما نشأه بالنسبة للجنات هذا العلم اللي هلأ صار أي مرض وراثي فيه نعرف له الطفرة طبعته بغضون أربع لستة أسابيع وهل يمكن التدخل أيضا جينيا وراثيا لتعديل ربما الجنات تفاديا للمرض؟ هذا اللي منحكي ما فينا نعدل هلأ الهلأ فينا نعمل بس فرز للجنين السليم جنين المش سليم بس هلأ الأبحاث على الخلايا الجزعية اللي بيقدر بعض الأمراض الوراثية أمراض مثلا عندك مشكلة بالكارتلج اللي هو المفاصل فينا نصححها بعض مشاكل القلب الوراثية فينا نصححها بس أكيد لما تكون بمحل محدد بالجسم فينا نصححها بس مش محل يكون الجسم كله طب دكتور عالي هناك ربما توجه جديد مؤخرا هو تجميد الخلايا الجزعية حدثنا قليلا عن هذا الموضوع بالللي حكيني هلأ لما عنا خلايا جزعية يعني خلايا جزعية يعني جسم فيه استقبل خلايا فيها تحل محل الخلايا الموجودة وهذا أذكى شغلة عملوها هلأ أنه عم جمعوا الخلايا الجزعية بس حيجي نهار حنستعملها كلنا من الشخص وإلى الشخص من الشخص وإلى الشخص يسميها اللوغرافتين يعني من الشخص هو بيأخذ نفس الشيء لحتى ما يكون عنده مشاكل هلأ شو فينا عمله هلأ عم نعمل تقريبا شغلة قريبة لأن كل أمراض الدم الوراثية بيكون ممكن ينشفة يكون في شفة منه إذا غيرنا شو غيرنا النخاع الشوكي إذا غيرناه إذا حطينا محلو خلايا بديلة الآن في أننا عملوا مثلا بالأطفال أنا بيه وتشقص الوراثي فينا نرجع جنين يكون سليم ويكون متطابق مع الولد مع أخوه ولا أخته المصابة ولما تخلق من خلي مجمع الخلايا الجزعية وبعد حوال سنة من العلاج فينا نرجعها وفي نشفة الطفل والله يا دكتور علي شيء بيخوف صراحة علم الجينات صحيح بيخوف بس أكيد كل يوم يعني اللي بيقرأ كل يوم اللي بيتابع كل يوم بيلاقي كل يوم بيلاقي شيء جديد فأكيد اللي ما نمتابع بيحسن أنه شعلي بتخوف بس هي أكيد اللي مصلحة طيب لأين الآن يتجاه الموضوع دكتور علي التجاه اللي حتى الاتجاه اللي هلأ اللي موجود هو تحسين التشخيص بالنسبة للأجنة هذا بلش التقنيات عم تغير كل يوم عن يوم ليكون التشخيص أفضل بس في تقنيات هلأ عم تتعمل كميلا تكون التشخيص بطريقة ما تضر الأجنة لأنه الاتجاه عم تضر الأجنة التشخيص الثاني أنه حتى لو رجعنا فينا نشخص من دم الأم فينا نشخص أي مرض وراثي على ست أسابيع حتى لو ما عملنا شيء يعني بتصحب منك دم شخص لك مرض وراثي أي عندك بست أسابيع بالحمل حتى إذا في شيء يتوقف وأكيد الشريقة اللي عم نتدور عليها من عشرين سنة اللي هو العلاج الجيني هو هلأ اللي أكتر شيء يأخذ إذا بدك كل الأبحاث زي ما بتشوفوا الروبوت بحياتكم يومية كل إنسان يعني يولد ولديه ربما شفرة جينية محددة خاصة به هل هناك عوامل يمكن أن تؤثر على الإنسان خلال حياتي قد تغير هذه الشفرة الجينية في عندك طبيعة المرض الوراثي هذه بتتغير من سميها دينوفو هذه الدينوفو ما بتصير بعد ما يخلق الإنسان بتصير قبل ما يخلق يعني بتطوره لأنه بعد ما يخلق الإنسان الخلية تبعاتها بتكون كلها جهزت كيف تتغير إذا عرضت لإشعاع عرضت لشيء إيه بتغير بس بطبيعة إذا ما فيه تلوث إذا ما فيه شيء ما بتغير بسيء في تلوث أكيد بتروحي على محال في تلوث بتلاقي العالم كله عنده كانسر لأنه تغيرت شفرة الجينية تبعتها بشكل عام ما بتتغير إلا إذا كنت في عام الخارج والعام الخارجي هذا بيكون بعض الولادة قبل الولادة ايه بتغير لأن الأم تتعرض لشيء فبتغير عنده الطفل بس بعض الولادة اللي بتغيرها هو العام الخارجي وبما هذه دعوة أيضا دكتور للحفاظ على صحة شكرا جزيلا لك استشارة علم الوراثة الإنجابة الدكتور علي حلاني شكرا جزيلا لك شكرا على سبيلكم وعطيكم العافية